معي على المباشر موفى التلفزيون النهر إلى مستشفى زيرالدة وليد بوهرى ومساوكا سعيد أهلا مساء الخير ناصر مساء الخير مشاهدين إذن نحن متواجدون نعم ناصر هل من معطيات جديدة وليد أكيد بالطمع نعم إذن نحن كما قلت متواجدون بمستشفى زيرالدة أين نقلت جثث الضحايا الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من نهار اليوم بمركب الأزير بزيرالدة التحقيق متواصل ووصل إلى مرحلة متقدمة هي الآن الفريق المحقق التابع للدارك الوطني بصدد معاينة التقارير الطبية التي خرجت عن مصلحة الطب الشرعي بمستشفى زيرالدة كما تم تحديد هويات جميع الضحايا في هذا الحادث ولمزيد من التفاصيل تحضر معي السيدة كلثوم زاهي مديرة مستشفى زيرالدة لتتحدث لنا عن هذه التقارير إذن سيدتي ما هو الجديد أو أين وصل التحقيق أو التقارير الطبية في المستشفى تم الكشف عن هوية الضحايا تم الأمور هذه أستهلوا تدخولي بانسلام عليكم بترحم على أرواح الضحايا وليتعلق الأمر بسبعة جثث تم إدعوهم من قبل مصالح الحماية المدنية على الساعة الرابعة صباحا يتعلق الأمر بخمس شبان وفتاتين تطرح أعمارهم من 25 إلى 32 سنة وحسب التقارير الأولية يتعلق الأمر بحريق واختناق نتيجة الحادث الذي تم تسجيله على مستوى مركب سياحي بشاطئ النخيل إضافة إلى شخص مصاب جريح الذي تم إجلاؤه على مستوى المؤسسة العمومية الشفائية زيرالدة حوالي الساعة الثانية ونص صباحا من قبل أعوان الحماية المدنية وتم تكفل به تتعلق الأمر بإصابات خفيفة على مستوى أجزاء مختلفة من الجسد وتم تقديم كل الإسعافات الضروية من قبل فريق المناوبة من جراحين وأطباء ليتم استصدار أمر خروجه نظرا لعدم خطورة وضعيته الصحية وبالنسبة للضحايا ما هي الولايات التي ينحدرون منها؟ يتعلق الأمر بمختلف مناطق سواء من الجزائر الجزائر العاصمة البنزيرالدة فوكا كذلك من بوروبا من الجزائر الوسطى من تيزيوزو من مناطق مختلفة وكذلك من وهران وتلمسان هذه حسب المعلومات التي تم تسقاؤها طبقا من الأوامر الشخصية التي تم الحصول عليها من قبل فرق الدرك الوطني بالنسبة للمراحل التحقيقية الآن في مرحلة التقارير الطبيعي التي يصدرها الطبيب الشرعي وتسليمها للدرك الوطني هي قيد الإنجاز ممكن تحتينا عن هذه التقارير إذا أمكن لا تزال قيد الإنجاز في انتظار الحصول على ترخيص من قبل وكيل الجمهورية قصد القيام إذا استدعى الأمر بإنوتوبسي لتشريح للجثث التي تم إدعوها على مستوانا وكذلك إجراء إنساني اجتماعي تم ترخيص لأولياء المتوفين للقصد رؤية هذه الضحايا وتم القيام بإجراءات إدارية بيطان ريكيزيشوني لأعوان الأمن بحضر أعوان الأمن الداخلي وكذا أعوان الأمن قصد تسهيل نظرا لخصوصية هذا الحادث شكرا إذن كانت هذه تصريحات مديرة مستشفى زيرالدا المصلحة التي استقبلت جثث الضحايا سنوفيكم بتفاصيل أخرى عن هذا الحادث وعن ملابساته في قادم مواعدنا الإخبارية شكرا لك وليد وشكرا أيضا لضيفتك على هذه المعطيات